شارك الوفد الإداري للشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني العربي الدولي والذي عقد مساء اليوم في مدينة جينيف بالاتحاد السويسري على همش اجتماعات الجمعية التسعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة وترأس الاجتماع معالي السيد إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ومثل الوفد الإداري للشعبة البرلمانية في الاجتماع السيدة أمير القطاف مدير إدارة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وخلال اجتماع التنسيقي للمجموعة العربية قدم معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي عرضا حول أنشطة الاتحاد وجدول أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية التاسعة والأربعين بعد المئة للاتحاد وميزانية الاتحاد للعام المقبل 2025 بناء على الأهداف الاستراتيجية وتبادل رؤساء ممثلوا البرلمانات العربية وجهات النظر حول البند الطارة المقدم من فلسطين والجزائر نيابة عن المجموعة العربية بشأن القضية الفلسطينية إضافة إلى الملاحظات التي قدمتها برلمانات الدول العربية على البند الطارة حيث أشاد ممثلوا البرلمانات العربية في الاجتماع بالملاحظات الدقيقة التي قدمتها الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن التعديل على صياغة البند الطارة وتوافق ممثلوا البرلمانات العربية على إنشاء لجنة تتكون من ثلاثة إلى خمسة ممثلين عن البرلمانات العربية لمتابعة ما يتعلق بالبند الطارة وتعزيز التنسيق والتوافق مع برلمانات الدول الأخرى لدعم البند الطارة المقدم من المجموعة البرلمانية العربية والتأكيد على حضور البرلمانات العربية كافة في جلسة التصويت على البند الطارة خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي